ربما حاز هذا الرجل على تعاطف كبير خلال الحرب في بلاده لكن وثائق الاستخبارات الأمريكية تقول إنه يتمتع بغرائز عدوانية تتناقض مع صورته كرجل دولة هادئ ورصين فالرجل وفقاً للوثائق أراد أن يذهب في حربه مع روسيا أبعد من حدود بلاده ليس فقط داخل روسيا بل إلى حد استهداف مصاليحها على بعد آلاف الأميال في اجتماع عقد في يناير اقترح زلينسكي شن ضرابات في روسيا واحتلال مدن حدودية روسية تمنح كييف نفوذاً في المحادثات مع موسكو وفي اجتماع ثاني اقترح زلينسكي هجوماً على مواقع غير محددة في راستوف غرب روسيا باستخدام طائرات بدون طيار اجتماع آخر عقد مع نائبة رئيس الوزراء يوليا سفريدينكا اقترح الرجل تفجير خط أنابي بدروجب السوفيتي الذي يمد المجرى بالنفط واشنطن كانت قد منحات زلينسكي أسليحة متطورة بمليارات الدولارات لكن بايدن رفض طلبه بالحصول على صواريخ أتاكس بعيدة المدى أمر قد يعكس صدقية ما تتحدث عنه الوثائق من عدوانية زلينسكي وفقاً لإحدى الوثائق فإن المخابرات الأوكرانية وضعت خطة العام الفائت لشن هجمات سرية على القوات الروسية في سوريا باستخدام مساعدة كردية سرية العملية كانت ستفتح ساحة معركة جديدة على بعد آلاف الأميال من أوكرانيا لكن زلينسكي أمر بإلغاء الخطة دون توضيح الأسباب مؤخراً زودت بريطانيا كييف بصواريخ ستوم شادو التي تتمتع بقدرات التخفي ويصل مداها 155 ميلاً سرعان ما أعلن الكريملين أنها ضربت الأراضي الروسية وأصابت مدنيين زلينسكي نفى مراراً نيته ضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية بينما تقول التسريبات إنه كان ليفعلها ويأخذ أوروبا إلى تصعيد جديد رائد المصطفى العربية لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر